مجزو الرابع من المرابطون حياكم الله نظمت وحدة الدراسات السياسية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة واكشوت ندوة ناقشت التشريع الموريتاني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الندوة شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين إلى جانب بعض المهتمين بالقضايا الحقوقية في موريتانيا تناولوا نقاط الاتفاق والاختلاف بين التشريع الموريتاني ومعايير حقوق الإنسان الدولية يرتقب أن يجري الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز في القصر الرئاسي بالعصم واكشوت مساء اليوم مؤتمرا صحوبيا بعد حوالي أسبوع من نهاية زيارته لولايتي لعصابة وقرغل ويأتي المؤتمر الصحوبي للرئيس الموريتاني في ظل حديث عن اكتشاف كميات من الغاز في موريتانيا وبعد تسريم المنتدى الوطن للديمقراطية والوحدة مماهداته لدخول الحوار السياسي للأمين العام للرئاسة قال رئيس حزب التحالف الشعب التقدمي مسعود ولب الخير إن الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي بموريتانيا يعتبر المخرج الوحيد للبلد مما سماها الأزمات التي يعاني منها وانتقد ولب الخير خلال مهرجان جماهر نظمه قسم التحالف في الكصر الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد احتج عدد من طلاب جامعة واكشوت يوم أمس أمام مباني وزارة التعليم العالي في العاصمة واكشوت للمطالبة بصرف المنح الطلابية التي قالوا إنها متأخرة ورفع المحتجون شعارات تطالب بتعميم المنح على الطلاب مؤكدين تمسكهم بنهجهم النضال حتى تتحقق مطالبهم داعنا وزير التعليم العالي إلى التعاطي الإجابي مع المطالب الطلابية نظمت بلدية تفرغزينة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني حملة لتنظيف شريط الشاطئ المحاذي للمقاطعة وتدخل هذه الحملة وفق المشاركين فيها في إطار اليوم العالمي للاتحاد الأوروبي وتشارك فيها وزارتي الصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستدامة يمكنكم دائما مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجيز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهرة على الشاشة في السادسة نشر إخبارية مفصلة من المرابطون في أمائل اشتركوا في القناة